تحتدم المعارك هنا في الجبهة الشرقية بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة وميليشيا صالح والحوثي من جهة أخرى استطاعت المقاومة الشعبية أن تتقدم إلى حي المداور بثعابات معنا أحد القيادات الميدانية سيحدثنا عن آخر التطورات بسم الله الرحمن الرحيم بفضل الله سبحانه وتعالى تمكنت المقاومة الشعبية في الجبهة الشرقية بكل كتائبها بكل أفرادها بكل رجالها الأبطال من دحر ميليشيا الحوثي من مربع المداور في حي ثعابات هذا المربع لطالما آذى كثير من الأفراد المدنيين الأطفال النساء هذه المنطقة منطقة بيت الأمين العام دحرنا فيها الحوثة والمتحوثين بفضل الله سبحانه وتعالى كانت أمرا سهلا لأنهم لا يملكون قضية لا يملكون هدف نحن نملكوا الهدف نملكوا القضية ندافع عن مدينتنا ندافع عن أرضنا نحن أبناء القلم أبناء الكتاب لا تقى الحروب لا نبغى التدمير لكنهم أرادوا لنا ذلك ندافع عنها مهما يعني طول ما بقينا على هذه الدنيا وطول ما بقى أنوفنا تشم الهواء ندافع عن دين الله ولله الحمد تمكننا من دحرنا هذا المربع الكبير إذن كما سمعتم ما زالت المعركة مستمرة وما زالت معركة تحرير المدينة من ميليشيا الحوثي والمخلوع مستمرة عبدالعزز ذبحانه من شباب تعز هؤلاء طلاب كلية النفط والمعادن في محافظة شبوة يتظاهرون مطالبين بمواصلة الدراسة وعزلها عن الخلافات الدائرة بين الهيئة التدريسية والعميد المعين حديثا وهم بذلك يحاولون إمساك العصاء من الوسط بين أطراف الخلاف فلا هم إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء عام الماضي وقبنا عانينا تعبنا إذ يجب أن يكون الطلاب السنة الرابعة في مساق البكالاريوس قد أكملوا هذا المساق لولا الانقطاعات المتتالية للدراسة انقطاعات مددت مدة المساق من أربع سنوات إلى خمس وهناك من هو في السنة السادسة منه وتضم الكلية طلابا من مختلف محافظات البلاد تجشم عناء السفر إلى محافظة شبوة لتستقبلهم الكلية بإضراب عن الدراسة المجلس الطلابي لا يوافق أبدا على عرقلة أو محاولة إيقافة الدراسة في الكلية لا يسبب من الأسباب يحمل المسؤولية الكاملة لمن يحاول أن يقوم بأرقلة استمرار العملية التعليمية في الكلية ويتظاهر الطلاب بعد اعتراض مجلس الكلية على قرار رئيس جامعة عدن الدكتور الخضل الأصور بتعيين الدكتور محمد المطهري عميدا للكلية وحجتهم في ذلك أن العميد الجديد من كلية غير علمية وهو قير قادر على إدارة كلية علمية ككلية النفط والمعادن أعلن ضراب شامل كان مزمن والآن أصبح ضراب مفتوح الضراب لا رجعت فيه حتى يتم عاية النظر في تقارير عميد كلية النفط والمعادن وقد دخلت الهيئة التدريسية في كلية النفط والمعادن في ضراب شامل ومفتوح وتعليق للدراسة ونحن الآن في الاتجاه إلى عميد الكلية الذي يحتج عليه الهيئة التدريسية في الكلية لمقابلته ومعرفة السبب من وراء الخلاف ونطمن أبنائنا الطلاب وأخواننا بأننا إلى جانبهم وهدفنا التحصيل العلمي ونحب أن نوجه لهم رسالة أن إذا وجدت هناك خلافات بسيطة لسوء فهم سنتجاوزها كأكاديميين عبر رأسة الجامعة عبر الجهة المختصة وبعد أن أفصح الطلاب عن موقفهم من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية بات من المشروع التساؤل هل سيصبح عنصر الطلاب مفتاح الحل لمعادلة الخلاف في الكلية عدنان المنصوري من محافظة الشبوة لقناة يمن شباب بعد أن حررها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتمكن من دحل الميليشيات الانقلابية منها قبل أشهر يعود أهالي وادي ملح بنهم إلى منازلهم التي نزحوا منها قبل أكثر من عام ونصف لكن التنقل في أراضيهم لرعي مواشيهم وجلب الحطب أصبح مخاطرة بالدخول إلى جحيم تركته ميليشيا الموت والدمار بعد فرارها من هذه القرى إحنا ما عد سطينا نخرج من بيوتنا لا نحطب نفعل لنا عايش والغاز معدوم ومواشينا ماتت في البيوت لا سطينا نخرج من الألغاء آلاف الألغام زرعها الحوثيون في طرقات ومداخل القرى وبطون الجبال المحيطة بالمنطقة وهو ما جعل هذه القرى أشبه بحقل موت كبير وهو ما استدعى الجيش الوطني عند دخوله هذه الوديان تطهير بعض الطرق المؤدية إلى الجبال الاستراتيجية والقرى الآهلة بالسكان لكنه لم يستطع إلى الآن تطهير كل هذه الأراضي المحررة نطلب من الجيش الوطني والمقاومة أن يسرعوا ويهتموا بمناطقنا وإنقاذنا من الألغام التي زرعوها الحوثة لأن مواشينا وأولادنا وأطفالنا الآن محددين لن يقدر أحد على إحصاء جرائم الإنقلابيين لأنها في تزايد مستمر فجرائمهم تجاه المواطن اليمني شملت الماضي وسترافق مستقبل الأجيال القادمة آلاف الألغام زرعتها ميليشيات الحوثي في جبال نهم لكنها لم تمنع المواطنين من العودة إلى منازلهم بعد أن شردوا منها لعدة سنوات فهؤلاء المواطنون عادوا إلى منازلهم يستبشرون بالأمن والأمان الذي وفره لهم قوات الجيش الوطني محمد عبد الكريم من قناة يمن شباب نهم صنعاء ثمت مقتضيات لبقاء الحماية الحوثية للمخلوع الصالح وعائلته مقابل تأجيل النيل منه لعل أهمها عدم اعتراض المخلوع على الإهانات البالغة التي يتعرض لها أعضاء حزب المؤتمر في المكاتب والدوائر الحكومية وفي الأجهزة الأمنية والعسكرية المشاركة مع ميليشيات الانقلاب فعلى الرغم من تزايد وتيرة الإهانات بحق أعضاء حزب المخلوع إلا أن الصالح لم يجر على الاعتراض وإن بتغريدة في نافذته الإعلامية على الفيسبوك بل إنه بين الحين والآخر يدعو أنصاره لتجاوز الإهانات التي يتعرضون لها بذريعة الحفاظ على تماسك الصف لكن أصواتنا مؤتمرية بدت تظهر مؤخرا على استحياف مواقع التواصل الاجتماعي مندفعة تحت ضغط الإهانات والمضايقات التي لم تعد تحتمل تقول إن الانتهاكات التي يتعرض لها أنصار المؤتمر دون أن تستفز المخلوع تشير إلى أن هناك صفقات تخص صالح وعائلته مع الحركة الحوثية يدفع ثمنها الأشخاص العاديون الذين وجدوا أنفسهم يوما ما أعضاء في حزب المؤتمر الذي حوله الصالح إلى خصم الجمهورية أبرى دفعه للالتحام التام بالحركة الحوثية الطائفية وتحويله إلى ذراع سياسي للإمامة ومع تفاقم أوجاع اليمنيين بفعل تداعيات الانقلاب على الدولة والتساع دائرة المعاناة لا يستطيع أعضاء حزب المخلوع حتى المطالبة بحقوقهم ورواتبهم وما أن يطالب أحدهم بالراتب المصادر من قبل الحوثيين إلا ويتعرض لتهمة الخيانة والعمالة للشرعية والتحالف العربي ويصبح داعشيا مستباح الدم إذا ما كرر المطالبة بين مطرقة الحوثيين وسندان مواعظ المخلوع التي تحثهم على التكيف مع الجوع وتحمل الإهانات يقف أعضاء حزب المؤتمر المهملين والمخدوعين بزعامة صالح وليس أمامهم سوى خيار العودة إلى الشرعية والانخراط الجاد والمسؤول في المواجهة الحقيقية مع الحركة الحوثية لاستعادة مصالحهم علاوة على تحقيق هدف استعادة الدولة